سحب دخان كثيف أسود تغطي سماء لندن خلفه تعرض بيوت للدمار جراء الحرائق هكذا بدى المشهد من علي أعقبه إعلان حالة طوارئ ونشريات من السلطات تدعو المواطنين للبقاء في المنازل درجة الحرارة تتخطى عتبة الأربعين هي الأولى على مر تاريخ عاصمة الضباب نحن معتدون على التقس الأكثر برودة ورطوبة ولكن أبدا الأكثر سخونة لا أعتقد أنه امتياز عظيم لنا ولكن علينا فقط التعامل معه ألغيت الرحلات البرية والجوية وبدت الساحة خالية على غير عادتها إلا من المضطرين للخروج بسبب ارتباطاتهم فيما لجأ الأكثرية هروبا من حر هذا اليوم إلى الشواطئ والمنتزهات المائية أمشي في الصباح الباكر وأستمتع بالظل في فترة ما بعد الظهر يصبح الجو حرا في الليل نظرا لحدم وجود مكيف للهواء في معظم المباني والمنازل في لندن الوضع في أوروبا لا يختلف عن بريطانيا فرنسا، البرتغال، إسبانيا واليونان تشهد أيضا موجة حر درجاتها قياسية تسببت في إجلاء ما لا يقل عن 35 ألف شخص بسبب توسع رقعة الحرائق والتي تسببت في إسبانيا في وفاة شخصين احترق 19 ألفا وثلاثمائة هكتار من الغابات في جميع الحرائق المسجلة يبلغ طول هذا الحريق 12 كيلومترا وعرض 7 كيلومترات و32 كيلومترا في المحيط تم إخلاء 34 ألف شخص من جميع مناطق الحرائق إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة ومخلفته تشهد إيطاليا موجة حرارة صيفية مبكرة إلى جانب أسوأ جفاف في شمال البلاد منذ 70 عاما فيما يقول بعض الخبراء بخصوص المناطق الجنوبية الغربية بأن الحر سيكون أشبه بالجحيم